لكن أنا عن الواقع اللي الناس شوفوا بالعين المجردة لو لا النظام السوري أو الروسي ما بقي النظام السوري عدة دول متحالفة كانت الناس شوف فيها باللي عفرتها الإسلاميين وللأسف شديد هو أنه الإسلاميين نقولها بكل مرارة تم استخدامهم في سوريا تم استخدامهم في ليبيا وتم استخدامهم حتى في روسيا فالشيشان وتم استخدامهم في اليمن ويتم استخدامهم في دول واحدة أخرى لاستهداف الجيوش هما ذقع لا شرحوهما لسوريا نوضوها كائن الظلم في سوريا نعم كائن كائن الظلم موجود والظلم هذا يعني بتفرعاته لكن هما أرادوا استعمال الإسلاميين عندهم مطالب مشروعة حريات تعادلة تعاكفة الاجتماعية يعني أمور عادية مطالب مشروعة لكن هما تم استخدامهم من أجل تكسير الجيش سوري ولما وسموا سوريا لما هم حسوا بانهيار هذه الدولة استنجدوا بالروس وين هم الدول اللي هي وقفت مع سوريا شكون هي الدول هذه اللي وقفت مع سوريا وقف معها الروس هذه الحقيقة لما وقف معها الروس دخلت هذه أمريكا ومن معها كانوا هم يدعموا في الجماعات المسلحة من أجل استنزاف الجيش الروسي ومن أجل تكسيره الآن 何々 يدعموا في أوكرانيا حب في أوكرانيا يدعموا فيها من أجل إسقاط النظام الروسي في أفغانستان غيروا لم يدعموا في الأفغان كانوا يدعموا فيهم من أجل تكسير الجيش الروسي هذا الجيش الروسي راه كافر والجيوش الأخرى وجهية وقيلها رامي ظالوا يطوفوا في الكعبة يخيرها ملا وحدة والله السراع بين روسيا وأمريكا لازال مستمر منذ الحرب العالمية كان في وقت من الأوقات ما أخذ هذا الطابع عادة عن الحرب الباردة بمعنى أنه كان فيه يستخدم الاقتصاد ويستخدم الاحتكار وتستخدم الدبلوماسية وتستخدم المقالب السياسية المختلفة لكن الآن أخذ طابع أسكري الآن أوكرانيا مدعمة راتقوم بحرب وراء الحلف عن ناطو الآن نقل الجزائر لما هي تشعر بالخطر مثل ما قلت أجبتكم أنا القاضية هذه أنت إسرائيل الآن رأيها موجودة على الحدود ما رأيناش نقوله في كلمة توهموا فيها ولا رأيها على عين عينك يكفي هو أنه رأي هذه المناورات لتعقدة هذه المدة الأخيرة في المغرب بمعنى أنه خلاص وش مزالك مزال غير يدخلوا عليك هذا ما كان نعم النظام رأيه هو يستخدم في بعض المسائل من أجل تخويف شعب الجزائري نعم ولكن هذا لا ينفي هذه الحقائق اللي رأيها موجودة والتي تورى بالعين المجردة نعم النظام هو رأيه يستخدم في أشياء كثيرة من أجل البقاء لكننا نحن ننظر لدولتنا نتبون هذا أو نشنغريحة أو زيد أو عمر من الناس لا يهمني نتمنى البلاد تاغذرك هذه سوريا لما أشبطكم أنا سوريا أنا مرة على مرة نمشي من موضوع لموضوع لكن هذه الأمور رأيها نجلبه نشر على الناس الذين لا يفهمون هذا سوريا هم بشر الأسد هم بشر الأسد هم الجيش سوريا يكسروا لأنه يحوسوا يتوسعوا إسرائيل تريد التوسع ورأى عندهم هذه الثقافة تأتي شرق الأوسط الجديد هذه ماشي حتى المغرب وشيين أنت يديروا أنت في المغرب وشيين يديروا في المغرب جبش يعاونوا شعب المغربي هم استهدفوا هذه الدول استهدفوا كأن الدول التي هي كان تحت الوصايا تحم ولا تزل إلى تاريخ اليوم كأن الدول التي كانت داخلها في هذا الإطار الذي يسمى عدم الانحياز والله هذه الدول الممانعها استهدفوها دولة بعد خطها ورأنا تكلمنا على موضوع ما يسمى برابي العربي في بدايته عاودوا ورجعوا لمداخلاتي تكلمت عليها في 2011 رأت مداخلاتي مسجلة وتقوم أنا تستهدف دولة بعد دولة ورامجين لا خاصة بعد الأحداث سبتمبر هذه ربما ما أشرق لي أحداث سبتمبر يعني أمريكا ستنسيها ما يجنسي هذا الأمر وراء تشتغل الليل مع النهار شفتوا ماذا أحداثوا في العراق عراق الدولة احتلت بمواطنين استخدموا قال هذا صدام ديكتاتوري وهذا كذا نفس الشيء في ليبيا قذافي ديكتاتوري وكذا ويلا قاعدين يدعموا فيهم يضربوا في بعضهم البعض من أجل تكسير كسروا الجيش العراقي كسروا الجيش الليبي كسروا الجيش اليمني وشوفوا ما الذي يحدث الجزائر هي استفادت من هذه المأساة اللي وقعت في الجزائر وقعت في التسعينات والشعب الجزائري ما حبش هو يدخل في هذا ما يسمى برعب العربي ولو أنه كان ولا يزال يطال بالتغيير الشعب الجزائري كان ولا يزال يطال بالتغيير لكن هو ما حبش ينخرط في هذا ما يسمى بالربيع العربي لماذا؟ لأنه شعب استخلص هذه الدروس والعبر ربما كان شباب اللي هم ما عاشوش المأساة وربما ما زالت يعني تمر عليهم بعض الأشياء لكن الناس اللي تكواوا ما حبوش هم يدخلوا في هذا النفق واستفادت الجزائر من هذه المرحلة وتمت عصرانة الجيش بشكل أحسن من اللي كان موجود في وقت سابق أتحدث على العتاد وأتحدث على الأسلحة بل رام ساروا يصنعوا في بعض الأسلحة في الجزائر وعارف بللي هذا الكلام يوجع حتى بعض الناس اللي همار محسوبين على المعارضة مع أنه ولا واحد فيهم كان معارض في البلاد ولا واحد فيهم كان منخرط في حزب والجزائر لم يبقى لديونية مثل ما كانت والجزائر الآن استفادت من هذه ارتفاع أسعار البترون ولو أن العدالة لا موجودة كما يطمح الشعب الجزائري ولو أن الجزائر لا رأي مثل ما رأى هو يطمح الشعب الجزائري ولكن مع ذلك الجزائري في معظم لا يقابلين على جلب هما يمارسوا سياسة يخربون بيوتهم بعيدهم هكذا إذن هذا تببون راح هو لسوريا اختاروا الوقت بطبيعة الحال بعناية باتفاق مع روسيا وراحوا عندهم مجموعة من النقاط اللي رأى هما نقشوها كي هنا أشياء اللي ربما ما تخرج في وسائل الإعلان نقشو مسألة الفلاحة والجزائر رأى محتاجة في هذا المجال للتقنيات وتنويع مصادرها ومعروف هو أنه روسيا رأى هي رائدة في مجلات مختلفة لا سيما في قضية القمح والجزائر رأى عندها في الجل بتاع الشرق ما عندنا شعنا سيبيريا ولكن عندنا الجليد يستعدوا من تجارب تجارب تقنية هكذا والله سواء في القمح والله في أمر واحد وعندنا أيضا صحاري والآن ناس البارح كنت نشوف في واحد الروبرتاج كذا يفتع واحد من الإخوان عرفوه في السطيف يعني قام بتجربة رائدة وراه ما شاء الله عليه الناس رأى تنشط رأى الناس تخدم نقشو في مجموعة من المواضيع ومن بينها مسائل تتعلق بهذه الحرب الإلكترونية والروس هما رأى مجانين في هذا المجل تعلق تعلق البرتاج والهاكيرز ومجانين في هذه المسائل يستخدمون هذه التقنيات الجزائر تستعين تستعين بخبرات تستعين بتقنيات ورا العيد أنا أتحدث على الجزائر لا أتحدث على على تبون ولا على شنقريحة شنقريحة هذا يروح وتبون يروح لكن الجزائر أرى نبتكم رأى تنوع في مصدرها رأى هذوق الجزائر رأى هتتضرر من هذه العلاقات مع روسيا لا شك في ذلك يكفي هو أنه لو كان واحد يراجع يلقى بلي فيه تهديدات من طرف نواب أمريكان في الكونغرس وأنه يهدوا بتطبيق عقوبة على الجزائر لكن سمعوا لهم ما سمعوا لهم لما النظام الروسي هذا وقف مع سوريا النظام النظام سوريا ما سقط لكن شفتم ما الذي حدث في ليبيا شفتم ما الذي حدث في اليمن الجزائر الجزائر تستعين بالقوى الروسية هذه ليس حاجة خافينها ولا رأى تحت الطاولة هذه علاقات استراتيجية قديمة قديمة وبالتالي مقطع وكأنه هذا النشيد نحاوه وعود ورجعه النشيد ما نحاوه والمقطع موجود والناس تردد فيه في كل المدارس وفي كل الثانويات وفي كل جامعات وفي كل المناسبات فقط لأنه ربما ناس هكذا في الرئاسة والله في بعض المناسبات قال ناشيد طويل والله ذيك باش ما يضالوا شو ما يوسيوا فيه اكتفوا بالمقاطع الأولى وانتهى الأمر صانعين لكم منها قضية قال لك واشي قال لك رهما عودوا رجعوا مقطع انت النشيد هما هذي الناس شكون هما معروفين يحوسو هما لجلب هما يخلق مشاكل بين الجزائر وفرنسا الجزائر وفرنسا تجاوزوا هذه المرحلة منتع الحرب جاوزوها قررنا الآن انا احنا قريب قريب ندخلوا في الستين جاوزوها هذه المرحلة والعلاقات مثل ما كنتم قل لكم أنا علاقات ندخل ممتازة وندخل ما ندخل جيدة ندخل حسنة بين النظام الجزائري والنظام الفرنسي دائما يتعاير في الناس والله سورة وخبز هذو وكل الناس يأكل في البقشيش يسب الجزائر كبار من نهار كبار فرنسا كبار فرنسا كبار فرنسا وعنده مشكلة مع فرنسا ولا فهم رواحكم ما كان حتى مشكلة علاقات حسنة بين النظامين بقات قضية الوقت مثل مكتوبكم أنا قراءتي المتواضعة هو أن فرنسا رفضوا علاج البشي سلموا بعض المطلوبين لأن كان فيه اتفاقية دولية لتمنع تسليم الناس اللي هما لاجئين عندهم الوثيق هذه اتفاقة دولية موقع عليها الجزائر وموقع عليها فرنسا وموقع عليها المغرب وموقع عليها كثير من الدول لهذه اتفاقيات دولية ففرنسا هما يرفضوا علاج البشي سلموا مطلوبين لاجئين هكذا بقات قضية الناس اللي راه مذرك هما في فرنسا القول الاراضي الفرنسية علاج البش هما ينهار كامله هما مهمش جايبين هلا تبون وكان جات المسألة راه غرب تبون وشالين يوم كانوا قبلها بالقيد صالح كانوا قبلها بوتفليقة الناس عندهم مشروع وراهم يسعوا عن جلب يطبقون تلتقي مرات بعض المصالح والله ستقاطع ومن بعد وما يشنوا حمالات على الجزائر انا قلت هش علم المرة ما عندهم مشكلة مع تبون ولا مع عش نقريح عندهم مشكلة مع الجزائر عندهم عقدة من الجزائر كي الناس اللي هما حسدين الجزائر على الخيرات اللي عندها هذه حقائق سوى تعلق الامر بالبترول ولا بالغاز ولا بالذهب ولا بالأراضي الشاسعة ولا كذا وماذا بهم يعني لجلب شي قسموا الجزائر هذا بهم نحن نفرق بين انتقادنا للنظام وللسلطات المختلفة وبين الدولة وبين الشعب يا صاحبي تلحق الناس لحتى المستوى انها لا تفرق بين نظام الشعب تضك هذا تبون هذا راح باسمه ولا راح باسم دولة فرق بين انه لما يكون في الجزائر راح يتكلم في نطاق الان راح يمشي باسم دولة غدوة لو كان مثلا هذه أجهزة ولا هذه دول ولا لي مش شخص تبون اذا نعود نكرر الاخوة صراع بين امريكا وروسيا ما زالوا مستمر الى تاريخ اليوم الان فيه معطيات جديدة فيه تحولات جديدة في وقت من الاوقات خال الجو لامريكا صارت هي شرطية العالم الان فيه قوار تنهض تركيا الصين الهند دول تشتغل والجزائر علنت بانها تسعى للانضمام لهذا الحلف هذا اللي يسموه البريكس هذا ماش حاجة تقل مثلا تحت الطاولة ولا رأى عين عينك والجزائر عند الامكانيات كاين الفساد كاين ننتقده البارح واليوم غدواء ولكن عندها ثروات الجزائر عندها البترول وعندها الغاز وعندها الاراضي الشاسعة وقادرة هي تستثمر في الفلاحة وتستثمر في السياحة وقادرة تستثمر في الطاقات وقادرة تستثمر في مجالات مختلفة والدول كاين الناس اللي رأمو ما حاب ان يستثمر حتى بمن فيهم دول عربية قطار الإمارات سعودية رأمو ما يحاوس يستثمر في الجزائر والجزائر رأم منفتحها ماش قال مثلا راه هذو كيا حان يرق بنتح لروسيا جزائر شارت اسلحة من روسيا ما أعطتها لاش بالمجان والله كادو رأتشري بضرهمها مش رأتدر فيها روسيا رأتدر فيها مزيا والجزائر على جلب ها هي ما تبقاش خاضعة لدولة كانت تتعامل مع النظام الفرنسي ولا زالت ولكن الآن فيه تنوع رأتجيب من ألمانيا وتجيب من روسيا وتجيب من أمريكا وتجيب من كذا وحتى الناس اللي رأمو يخرجوا الناس اللي رأمو في الجيش رأمو معنى بينهم هذه المسائل يخرجوا يروح يديروا ديفورماسيون برها في الخارج في دول مختلفة في بريطانيا كثير من الطيارين يروحوا للبريطانيا يدرسوا في بريطانيا يجيبوا من إيطاليا من إسبانيا جزائر ما عنداش قلمث أن رأى مورد واحد والله ولا رأى جيها واحدة قاد رأى تنوع في مجلات مختلفة وكان فيه محاولات للنهوض بالجزائر نختلف في بعض الأشياء متعلقة بشعبنا نختلف فيها لكن ما نختلف هنا في مسائل التي تضر بلادنا هذه ما نختلف فيها لأننا كلنا أبناء وطن ونسعى لكي نحمي بلادنا نحن ضد هذا الناس هذا ضد لأنهم بغوا علينا أما هو أنه يأتي ناس يعملون زوج خاوة ويأتي واحد يحرش بين بلادهم على جلب هو يدعم كما رأى بعد الطنوه ويأتي ويأتي هم أعقاب الجزائر لا تستعملون لا لا تستعمل نحن كما يقول في البلاد خوك خوك لا يغر صاحبك ضد توجه النصار وضد توجه العربي بالخير وضد توجه فلان وفلان 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 وضد النظام ونريد التغيير لكن لا تستعمل نحن ضد بلادنا بالتالي الإخوة والأخوات هذه الزيارة اللي قام بها تبون لروسيا فيها وعليها لما نشمن نوع هذا اللي هو يكيل المديح تعال الناس يرجعها من يعرف أنا كذا والله من الناس العدميين هذو اللي يقول لك ما كان في أول تكلم بموضوع من أجل خدمة بلادنا هذا ما كان روسيا رأى هذرك هي عندها قوة فرضة روحة يكفي أنه لما دخلت في سوريا أنقضت النظام السوري والآن رأى هذو الدول تعحل في الناتو رأى حاصلة وربما هذا التحرك ونتا هذا بن سلمان رأى ويدخل في هذا الإطار والذهاب تا زيلنسكي للاتحاد الوسمو وسمو الجامعة العربية ربما يدخل في هذا الإطار من أجل إيجاد مخرج سياسي والله دبلوماسي والجزائر بحكم موقعها الاستراتيجي وبحكم علاقاتها مع روسيا وبحكم علاقاتها مع الدول العربية ورأى تسعى ومن حق هذا وكهذا الناس اللي رأى انظرك هما خايفين ثم وعلى شها صح جايبين الماريكان وجايبين إسرائيل وجايبين كذا وخايفين من زيارة ثم رايحين لانتعتبون رحل روسيا علاقات الجزائر مع روسيا علاقات قديمة والجزائر كانت تشتري في السلاح ولا زالت تشتري ومن حقها انتحمي حدودها واللي يتحرك يوجد روحهم هذا مكان اللي يراه ذرك هو يسعى من أجل مساس بوحدة البلاد يوجد روحهم اللي يراه قادر لها يوجد روحهم هذا مكان